في آخر تطورات الميدانية المتسارعة حتى الخميس بالنسبة لمنطقة الموصل القديمة غربي الموصل تمكنت القوات العراقية المشتركة من تحرير منطقة الآبار بالكامل هذه المنطقة تقع جنوب غربي الموصل القديمة وباتت هذه القوات على مشارف الأزقة الضيقة والأحياء السكنية المحيطة بجامع النور الكبير الذي أعلن منه زعيم داعش أبو بكر البغداد دولة خلافته المزعومة هذه المنطقة بالنسبة لداعش معلما رمزيا كونه أطلق من خلالها دولته التي شملت الموصل والأنبار وأجزاء من كاركوك وديالا في العراق والرقة وديار الزور في سوريا يحاول داعش التمسك بمواقعه في منطقة الموصل القديمة من خلال محاصرة المدنيين داخل منازلهم واتخاذهم دروعا بشرية بمواجهة القوات العراقية المتقدمة نحوه طبعا كانت قوات الشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب العراقية قد تمكنت من تحرير مجسر اليرموك وقطعت خط الإمداد الرئيسي عن مقاتلي داعش المتحصنين بمحيط جامع النوري الكبير كما تمكنت القوات العراقية من تحرير مناطق العروبة والمطاحن والمحطة والعديدات والمغرب وهي حاليا باتجاه منطقة باب الجديد الملاسقة للأزقة الضيقة للموصل القديمة القوات العراقية في منطقة الموصل القديمة ستستخدم الأسلحة الخفيفة وليست الثقيلة تجنبا لأي إضرار بالمدنيين المحاصرين ولن تستخدم خلالها سوى قذائف هاوا ذات مدى قصير تستخدم عادة في الاشتباكات المتقاربة بين طرفي النزاع في المدينة بالنسبة 90% تمكنت القوات العراقية من محاصرة منطقة الموصل القديمة وعندما تصل إلى أحياء باب سنجار والزنجلي والثورة الواقعة شمالي هذه المنطقة سيكون الحصار على مقاتلي داعش محكما 100% في وقت تمكنت فيه هذه القوات من محاصرة الجسر القديم الذي أصبح ساقطا من الناحية العسكرية أي لا يمكن أن يستخدمه مقاتل داعش سواء للإمداد أو للاشتباك يشار إلى أن الموصل القديمة هي منطقة أعلن منها داعش خلافته المزعومة عبر خطبة ألقاها زعيمها أبو بكر البغدادي مطلع حزيران يونيو سنة 2014 وتحديدا من جامع النور الكبير الذي يضم منارة الحدباء والتي تشتهر بها محافظة نينوى عموما هذا المسجد يعد من أقدم المساجد في الموصل وبناه نور الدين الزنكي في القرن السادس الهجري عندما كان يحكم الموصل أي أن عمره يناهز التسعة قرون ويعتبر ثاني جامع يبنى في الموصل بعد الجامع الأموي كما وعيد أعماره مرات عدة كانت آخرها عام 1944 ميلادي